اشتركوا في القناة كل متابعينا والناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على يوتيوب قربنا خلاص فاضل 4000 متابع ونوصل للمليون ما ترى مين حيتابع معنا ومين حيكمل معنا ومين حيحط مشتركين كمان ومين حيقول لكل الناس تعالوا نستفاد من قناة كابتان ابو نور النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا والحلقات اللي احنا بنعدمها بناءا عنكم انتم على فكرة الكومنتات اللي انتم بتكتبوها النا على يوتيوب المشاكل اللي انتم بتقابلوها احنا بنرد على فحلالات بس انت لو صبرت شوية واستنيت ومشيت معنا واحدة واحدة كده هتبص تلاقي كل مشكلة عندك هتلاقي لها حلقة مخصوص لحضرتك طبعا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي اغلب الناس اللي بيكون عنده كلبة داية وبيروح يجوز الكلبة بتاعته ديت ويفوجأ بعد الجواز ثلاث اربعة ايام في دم نزك يعني الكلبتي النهاردة اتجوزت نظفت حاضة النهاردة عدت فترة معينة الكلبة نظفت جوزتها بعد ما جوزت فجئت ان الكلبة بتاعتي بتجيب دم بعد ما خلصت جوازات ايه اللي حصل وليه الكلام دا كله دا كله جماعة اتكلمنا عليه في كزا حلقة قبل كده وقلنا اختلاف مواعيد الحيد او اختلاف مواعيد الجوازات او ان انت بتبقى مستعجل على كلبتك وخلاص لازم تكون عندك تركيز عالي شوية في الموضوع دا يعني واحد لازم المهبة اللي يكون منتفخ لازم الكلبة تكون حيضة وتكون جاهزة للحيد والكلام دا كله فطبعا احنا هنا معانا كلاب كتير وبنصور كزا كلبة وكزا حالة وكزا موضوع بالمواضيع دي لان المواضيع دي بتسبب اخطاء يعني الكلبة اللي بيحصل معاها كده ممكن نيجي بعد كده نجوزها جوازها ما تشيلش ممكن نيجي مش عارفية ممكن يحصل تليف على الرحم ممكن يحصل مشكلة ممكن يحصل حيات زي دي لان خادة تلقيح في وقت مش مناسب ليها يعني معاد البوايدة بتاعتها مش ناشطة تمام وفي الوقت ده طبعا اه انا اه سببت ان انا ندخل سائل منوي على بوايدة مش ناشطة اصبح ان كل ده بيسبب مشاكل وبيعمل مكروب في الرحم ومكروب طبعا للبوايدات والحاجات دي كلها فمش هنخشه طبعا في مواضيع الطب والحاجات دي لا انا هنكلمك بالطريقة اللي هي البلدي خالص اللي احنا بنشتغل به النهاردة قل لها كلبتي حاضد النهاردة فوجئتي بها ان هي حيضة ما تحسب لهاش من ان انت من ساعة ما فوجئتي بها ان هي حيضة لان ممكن تكون قد حيضة قبليها بتلات اربع تيام وانت ما شفتهاش اساسة تيجي النهاردة عشان انا شفتها نحسب انت كده ما بتحسبش للكلبة يا حبيب قلبي يا سيد المربي بتحسب لعينك انت فاحنا مش عايزين عينك في حاجة عينك مش هتتجوز اللي هتتجوز كلبتك يعني مش معنى كده ان انا شفت كلبتي حيضة النهاردة نجي حسب لها من النهاردة تسع تيام اه الحاج فلان قال لي انا عندي كلبة الكلبة بتقعد تسع تيام وتتجوز بعد الحيد لأ ما تحسبش من ساعة ما شوف لان الله واعلم ممكن تكون حيضة من يومين وانت ما شفتهاش حيضة من تلات تيام وانت ما شفتهاش طيب ممكن انت تبدأ تحسب لها من نهاردة تسع تيام اذا كان بكرة تكون نظفت ويصلح انها تتجوز عديت انت مع عادة الجواز وجوزتها ممكن انت في حاجات كتير في الكلاب انت مشاكل ممكن انت ما تاخدش بالك منه طيب زي ما قلت لك علشان ما تتوهش نفسك وتخش في حزبانات وفادل شوية وحتشل معك قلة حزبة ومش عارف ايه على التسعة ايام او تمنت ايام اللي انت بتتكلم فيهم كامو ربي كلب لأ انا النهاردة شفت كلبتي حيضة بنقيم لون الدم لون الدم اللي هو الاحمر الغامق تمام ركزوا كلمة احمر غامق لان في احمر غامق تاني اللي انا هنتكلم عنه دلوقتي تمام الاحمر يعني زي مسلا قريب من لون الجرح حاجة زي كده تمام يبقى كلبتي نتنى انتبع معاها لون الدم ده لحد ما يبدأ لونه يفتح تمام ويكون فاتح شفاف وردي بعد كده يصلح انها تتجوز اول جوازة يفضل جانا نجوزها النهاردة نسيبها يومين نجوزها تاني نسيبها يوم نجوزها تاني ده حسب اه الكلبة بتاعتك او تحمل الدكر اللي عندك تمام طيب الجوازة التانية برضو هنسيب يوم ونجوز تاني ما فياش اي مشكلة طبعا يا جماعة دي لما يكون انت عندك دكر وانتايا خاصين بك انت اله يا رب بتجوزها عشرين جوازة خلي بالك ده ما بيزعلش في حاجة يعني واحد يقول لك ده مجهود على النتايا مجهود على الدكر ده طبيعي استعملها ككلبة بلدي في الشارع بتتجوز في اليوم سبع تمن مرات مش فارق معها ولا الدكر اللي بتجوزها فارق معها ادي حاجة هو كده كده التلكيح بيبقى من جوازها واحدة تمام طيب بالنسبة بقى لو انا بصيت لقيت فيه ناس بتبصوا على الكلبة بتاعتها يلاقي لون دم ويجي رايح بعديها مجوزها والمهبل اساسا مش منتفخ ويجي جاي بعدها يفوجع ان المهبل بدأ ينتفخ والكلبة جابت دم طبيعي والكلام ده كله دي اسمها الحيضة الكدابة ودي تكلمنا على في كزا حلقة قبل كده الحيضة الكدابة دي بيحصل قبل الكلبة مطحيد طبيعي بيحصل ان المهبل يجيب لون دم غامق تمام وانت تجري زي الغلبان كده وتقول كلبتي حاضط الحمد لله كده معناه ان الكلبة مش حايدة لان الدم لونه غامق او داخل على اللون البني تمام فمعنى كده ان الكلبة بيتجهز للحيض اللي نازل ده عبارة عن افرازات مهبلية بتحصل قبل الحيض عشان تبدأ تطلع الحيض الحقيقي ولازم يكون المهبل في حالة انتفاخ او شكله متغير غير كده ان هو بيبدأ ان المهبل يترفع لفوق طبعا ده اثبات لان الكلبة هتجهز للجواز رفعت المهبل لفوق ده بيساعد الدكر على ان يتجوز اشوف سبحان الله في الوقت ده لو النتاية مهبلها نازل لتحت طبعا الدكر مش حيارف يتجوز وحيكون الحيض مش طبيعي لكن الحيض الطبيعي المهبل بيترفع لفوق عند فتحة الشرج والحاجة التانية ان المهبل بينتفخ عشان يبقى فيه مساحة للقضيب بتاع الكلب الحاجة التالتة ان الدم بيبقى لونه طبيعي لونه احمر عادي مش لون احمر غامل او مدي على بني فلازم تركز في الحاجات دي الناس بقى تبص تلاقي اللون الاحمر البني ده جاه قال لك كلبتي حاضط اللون الاحمر البني بيختفي بعدها بيومين تلاتة على فكرة تمام بيبقى كده فاضل على الكلبة زي عشرة او خمستاشر يوم عشان تحيل على فكرة لان الافرازات دي بتنزل قبل معادل حيض بعشرة خمستاشر يوم تبدأ انت بقى حلو تجري تجري راح مجوز في الفترة دي تمام طبعا كل ده غلط فانت عشان تشوف كلبتك طبيعية لازم يكون البهمة اللي في حالة انتفاخ واضحة لازم يكون الدم واضح احمر لازم تكون الحاجات دي كلها وبعد كده اول ما الكلبة تبدأ ان هي الدم كلونه شفاف ويخش على لون الوردي ويفتح ما بعد الوردي تبدأ ان انت تجوز كلبتك بيبقى معك خمس ستة ايام فترات جواز عادي خالص مفيش اي مشكلة تتنك تجوز لحد الكلبة ما تبدأ ان هي تقفل والدقر يخش يشمها ويجي راجع وراء ويقولك لا خلاص انا مش متجوز معنا كده ان الدقر فاهم وبيقولك كده خلاص دي افلت او انتهت المدة بتاعتها على كده ده اللي انا حابب نوصله لكم في رسالة في الفيديو ده يا جماعة مواعيد الحيد ومواعيد الجوازات ومواعيد الخلف هي دي اللي بتأثر على كلبتك ان هي ما تشيلش والناس اللي بتحصل معها ان هي تجوز النهاردة وتفجأ بعد اربعة ايام وبعد ما خلاصت جوازات وتمام التمام ولمنا العدة بقى تمام وفجئنا ان النتايع حاضط او جاب الدم اتأكد هل الدم ده دم نزيف ولا دم حيد لو دم نزيف بتلاقي الدم اكن واحد ضارب واحد بموس كده تمام او بسكينة ومعوره ودم احمر واضح ان هو احمر نازل ده يبقى دم نزيف الدم لو لنا متغير مدي على فاتح شوية او مدي على ان هو دم تقيل اعرف ان كلبتك حاضط بقى تبدأ تستنى بقى موعدها لما الدم ده يشف وتبدأ تعرضها عالدكر عشان يتجوزها فما تخدش الموضوع من اوله ومشي بالراحة وركز في الالوان او في الشكليات اللي انت شايفها علشان ما تغلطش اه يا رب تكونوا استفدتوا كده من الحلقة دية جماعة والناس فهمت نجوز كلبتي ازاي والموضوع ازاي وده حنتبدأ نعمله لكم في حلقة عاملية بعد كده اه يا رب تكونوا وصلت لكم الفكرة والمعلومة اي حد عنده اي مشكلة يكتبها لنا في اه على القناة بتاعتنا في كومنت بازن الله هنرد عليه رقم تليفوننا مفتوح من كل يوم من الساعة احداشر ظهر للساعة ستة معادة يوم الجمعة احنا موجدين معاك في المزرعة هنا كل يوم من الساعة واحدة ظهر للساعة خمسة معادة يوم الجمعة واحنا موجودين تحت امرا حضراتكم ومن انتظرين يا جماعة الاربع تلاف متابع اللي كل يوم الحمد لله بيزيدوا بطريقة جميلة جدا وطريقة واضحة جدا تحياتي لكم جميعا وبازن الله قريب مع الدرع الدهبي تحياتي للجامعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته